اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة قال لنا إبل مالتي إذن كل علماء كما تستطيعون تدعي لنا قاب قرآن الكريم مغنياته إذا كانت تكون بيدعاحت مزقال إذا كانت تكون مستدين تتصار تدعى مزقا كما يقولون يمدمون للسلام ولهذا الشيخ الإسلام يا رحمة الله عليه فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها إذن قرآن الكريم كل معاني دك أسابات زي اغتالفلو دك أسحابولو سني دك أغان تخون زعابي يخون زناس يخون كل أب قرآن الكريم ديت تقلتز أنا قريل لني بالمالتيو كاب زوم أبك أرباق زيز نبورو كاب تم عبيتي مفسرين قرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه ونتايبل أن الله تعالى تكفل بإحقاق الحق وإبتال البادل رب سبحانه وتعالى وحسنت عاتي الليو نتحق حق نتوخ قلتز نتي باطل نتي زي كو نوع دماني زي كو نوع مخانو كخشفن رب سبحانه وتعالى وحسنت عاتي الليو دينيو وإن كان باطل قبلا وجودلا به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيدمحل ولا كو باطل نيجيغا نيحاسوت ميزيو حان سابدك سبات تتزاربلو واع واع تبولو كم حقو خينو تترأيو الله سبحانه وتعالى ينزل من الحق نزي باطل زي كو نوع دماني تم أهل الحق باطل مخانو دماني نخلو كم زي برها الليو يخون فإذا هو زاهق أي مدمحل تباطل نيجيزو إداء حافلو زي مسل كتري أو خلقها زعفر زي مسل مباري بداحر يوغن حان سابدك سأن نحن يكالتفو زي بر رسمالتي فإن هذا عام في جميع المسائل الدينية لا يورد مبتل شبه عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواتع العقلية والنقلية ما يوذهب ذلك القول الباطل ويقمعه دخوني يكون مسائل نايدين أبدين دمتس خوني يكون حادش نقرات انتدا آتيو ويدمان انتدا آدق سابدك قطولو وجميرو نعوو زي قلتسو نعوو قلتسو غيرو نتحق حق النتو زي بره نتي زي حق دماني باطل مخانو دماني زي كو نعو مخانو زي خاشفزي كلا قيزي بعقلين كومو دماني بنقل كاب قرآن الكريم كلا قيزي نعوو ملسي اللو ومالاتيو وهذا يتبين بستقراء المسائل مسألة مسألة فإنك تجدها كذالك ولذلك دخوني يكون خلافات دقوبرو لدك سابد انتدا آه تتبع جر كاب كتاب والسنة يبلان لو مسألة مسألة فإنها تجدها كذالك لك كومو خينو قلتس بروه كينو زرعي كامالاتيو ولهذا ربنا عزو جلب قرآن تايلو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ازو قرآن ازي أوريدنا الكازل لنا نخلو نقرات قلتس بروه زقبريو واعظمها التوحيد وذدهي بف الله دماني نتازعابية زعابية كونت نيتوحيد دماني توحيد يتزل علي أقداسي نزي زقلتس أنصار ناتو دماشركيو نتشركوين زقلتس قرآن الكريم كل بروه مالتي ولذلك تفسير ابن كثير نزاو نزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء قال ابن مسعود قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء ابزو قرآن الزي سني كل علم كل نقرات تقليز النائوي بالمالتي ولذلك صاحب أدواء أدواء البيان شيخ الشنغيت انتايبل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء تبالد الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء إزينا برسول صلى الله عليه وسلم زورة القرآن من كل نقرات قلتس إزقبريو وبين ذلك في غير هذا المودع ربنا سبحانه وتعالى بجه كابز آيازي آوين أبزوح آياتاتوين قلتلنا إيو زي قرآن الزي ترفو نقر يلن نقل نقرات أبرهي إيو ولهذا ربنا عز وجل اب سورة الآن عامتايلو ما فرطنا في الكتاب من شيء أبزو قرآن الزي ترفو نقر يلن فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء والسنة كلها تدخل في آية واحدة قرآن الكريم نقل نقرات زي قرلت سنن رسول صلى الله عليه وسلم من زين رب سبحانه وتعالى مسعو ذاته أئيو نقل نقرات زي قرلت مهن يأتو اللہ سبحانه وتعالى بحانت أيا عزيزنا كل زي صند نبي صلى الله عليه وسلم لکا هم قرآن كن كتلو خمزا لنا وما أتاكم الرسول فخوذوه وما نهاكم عنه فانتهت بالاب سورة الحشر كل رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم إذن قوله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرة للمسلمين ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة أي مفهوم مخالفتها كابزنتين ردائب الساحب أدواء أن غير المسلمين ليسوا كذلك هدى يبلومن رحمة يبلومن بشرة يبلومن بمفهوم المخالفة وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مودع آخر كم تربنا عز وجل أبكال آية قلت إزقابرنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماز أبسورة فسلت زياد مانو بزيادة قلت تقبرنا إذن كلا قزي قرآن كورد قرآن كسمع كله تمؤمن زخنة إيمان داوستخايد ماناتي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم زيق وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولذلك ابن عثيمين شخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم تايبل وجعله سبحانه وتعالى تبيانا أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس كلنا قراءة دق سباة زدالي وسني قلت قيروئي رب سبحانه وتعالى على قسمين اللي بخلتنا قريلو الأول أن يبين الشيء بعينه بقلت زيقايلو يبرها الكاب قرآن الكريم بعينه مثلا ربنا عز وجل تايبلو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير رب سبحانه وتعالى حرام كم دقوبرو الدم كم دماني زموة نقر كم دماني خنزير أبزي أقلت سجيرو لنمالاتي كم دماني إشارة يقبر الكامالاتي أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان أبينيكم ترخبه دماني يحبرا كامالاتي وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة فأشارة تعالى إلى الحكمة التي هي السنة أبزي أبزي ركب دماني أبريه لنا بقرآن مالاتي كموين ربنا عز وجل فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يلو ولذلك شخب نعسي من رحمة الله عليهم تاي زكيرو مالاتي حادة أبا حادة مسحادة زي السلامي ترخي كمي ربكم سني أب قرآن كل جزي كلا جزي مولي أب قرآننا كل نقرال لتبلو ما فراتنا في القرآن من شئي دبلدولو سني ربكم أب قرآن الكريم زي قدفنا يو نقر يبلنا يلند زبلدولو سني كمي يلي أبزي ما فراتنا في الكتابي من شئي لو أب سورة الأن عم مالاتيو كم مالاتيو حادة المت Beast نقرر الله الض� اللي تBroين خرجه bios ولكن ما جزي مقرر الله عمل بكما ما كم مالاتيك دفع بكل اكل كل حتيت وكل دماني تنتينو قليس قلنو إنه الكابل قليس قلنو أنا كو حب قرآن يزو والكو خايلو أنا وين كو حب قرآن يزو والكو خايلو مخنياتو ربنا عز وجل اب سورة الأنبياء مبل عسر تغلتا آيا فاسألو أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون نزيت فلتو نقر نزفلتو حتاتو سلا زبال أنا دمخب قرآن يزو والكو خايلو ولذلك ربنا عز وجل ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراء بالأبسرة الفرقان ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرده وصلى الله وسلم على نبينا محمد